بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ونتبعه داه ثم أما بعد الحقيقة جملة اليوم لن أقول آية وإنما هي جملة مكونة من كلمتين ولعل هذا الإيجاز في هتين الكلمتين فيهما كفاية لمن أراد التدبر والتذكر وأن يغير حاله لله عز وجل قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم اذكروا طاعتي والانقياد إلي والتوجه إلي أذكركم بنصرتي لكم ومعيتي إياكم وتوفيقي لكم فيا أيها الأحباب من أراد نصرة الله تعالى والتوفيق والرعاية والسداد والرشاد فعليه أن يذكر الله وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا لكم